هل تخيلت يوما ما هو الشكل رسول الله هل حلمت يوما أن ترى رسول الله في المنام هل جلست وفكرت قليلا عن وصف سدن النبي هذا النبي الذي ملأ الكون بالنور ونشر الإسلام في جميع أنحاء العالم هل فكرت يوما هل تهفو نفسك إلى رؤية الحبيب للناس بتروح من آخر الدنيا عشان تزور مقام سدن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك أنت بجى لما تشوف سدن النبي كده جداما لما تشوف كيف كان رسول الله ما هو شكل رسول الله ما هو وصف رسول الله شكله عامل إزاي طويل قصير ما هي الوصف الدقيق لسدن النبي صلى الله عليه وسلم فإنت لو عايز تعرف هذا الوصف الدقيق وخصوصا أن هناك امرأة في التاريخ أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر ورأته وصفته وصف دقيق جدا كما لم يصفه أحد أم معبد فإنها ناخد وصف رسول الله من الشمائل المحمدية والناس اللي تكلموا عن رسول الله وكيف يعني أنا لكل اللي طالبه منك حية واحدة بس أنت تحط الميت في ودانك وتغمض عينيك وتسمع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنت مغمض عينيك وتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تشوف بقلبك وتسمع بقلبك ولا أجد أبدا أفضل ولا أروع ولا أبلغ من ما قاله حسان بن سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله فلو أنت عايز تعرف وصف سيدنا النبي عليك بالحلقة دي استمع لها كده بقلبك مش بودانك وشوف الوصف الدقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تراه وساهم في نشر هذه الحلقة لأنك هتاخد سواب وهتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهتخلي الناس المشتاجة المشتاجين لسيدنا النبي تخليهم يشوفوا سيدنا النبي من خلال هذا الوصف إذن صلي على الحبيب ويلا بينا جسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان فخما مفخما من رآه بديهة نهابة ومن خالطه أحبة مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير يعني مربوع ليس طويلا ولا قصيرا ولكنه إلى الطول أقرب يمكن يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طاله ولا جالس أحدا في مجلس إلا كان كتفه أعلى من جالسي ده جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لونه ما هو لون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لونه أظهر اللون أظهر اللون أي ليس بالأبيض دهك البيض يعني المبالغ فيه وليس بالآدم وليس بالأصمر أظهر أبيض بياض مفهوش عيب إذن لون النبي أظهر اللون رأسه وشعره صلى على النبي رأسه ليس ضخما وليس صغيرا عظيم الهامة شديد سواد الشعر شعره أسود ليس بالقطط شعره ليس بالقطط يعني القطط يعني المجعد بتشوف العين اللي بيعملوا كده شعره مجعد كده سيدنا النبي ما كانش شعره كده مجعد ليس بالقطط كأن شعره وكان شعره يصل إلى أحيانا نصف أذنه وإلى شحمة أذنه شعره سيدنا النبي كان طويل وكان من وراء يغطي يصل إلى كتفيه طيب عنقه عنق سيدنا النبي كان عامل إزاي سيدنا الحسن بن علي يقول لك كأن عنقه الله إبريق من الفضة كأن عنق النبي ما هو بيوصف جده لحسن بن علي يقول لك كأن عنقه إبريق من الفضة يا سلام صلي على رسول الله ذراعاه ويداه طويل الظراعي كثير الشعر رحب الراحة أي الكف غليظ الأصابع إبطاه شوف بقى المعجزات بقى شوف بقى المعجزات وصلي عن النبي الإبط بتاع النبي كان أبيضا ودي من علامات النبوة يا سلام من كباه وصدره وبطنه من كباه واسعي كثير الشعر عريض الصدر طويل المسربة طويل المسربة يعني طويل المسربة يعني هو هنا في شعر كتير في سدره وفي خيط من الشعر خيط طويل المسربة في خيط من الشعر يصل ما بين صدره وصراته الشريفة خيط كده من الشعر يصل بين صدره وسراته الشريفة مفاصله كان ضخم المفاصل خاتم النبوة إيه هو خاتم النبوة ده ما هو خاتم النبوة خاتم النبوة عبارة عن غدة حمرة حتة لحمة حمرة جد البيضة بتاع الحمامة واخدى شكل الهلال كده جد بيضة الحمامة واخدى شكل الهلال وفيها شعيرات موجودة إيه بين كتفينه هنا في ظهره ده خاتم النبوة وجه باجة وجه سيدنا النبي يقول لك أبو بكر يقول لك وجهه كان كالقمر وكالشمس مستديرا ومنيرا كان مستوي سهل الخدين ما بين الاستضارة والإسالة كان وجهه كالشمس والقمر مضيئا ومنيرا يعني من قلشي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كالقمر لا نقول القمر في كماله كرسول الله صلى الله عليه وسلم جبينه جبين رسول الله واسع الجبين ممتد الجبين طولا وعرضا يعني مش واسع الجبين يعني عنده زي ما يقوله الصنطيحة ولا عنده جرط لا واسع الجبين من هنا كده واسع الجبين من هنا جبين واسع واسع الجبين عيناء عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصللنا عن نبي يا جماعة صلى الله عليه أدعج شديد سواد العينين أدعج يعني البؤب بتاع العين ده شديد السواد شديد سواد العينين عيناء واسعتين جميلتين ذات أهداب طويلة أكحل وليس بأكحل يعني لما تشوف سيدنا النبي كده من الأشفار هنا طويلة تشوف تقول لك هدم حطت الكحلة وليس بأكحل يعني هو مش عامل الكحلة أنفو أنف سيدنا النبي عاملت زي أنف سيدنا النبي مستقيم أنفو مستقيم أقنى الأنف يعني فيه ارتفاع هنا في الحتة دي مستقيم أنفو وفيه ارتفاع هنا أقنى الأنف ومع دقة الأرنبة هذه الأرنبة هذه هذا أنف رسول الله فمه وأسنانه واسع الفم أحسن الناس شفتين مفلوج الأسنان يعني هي مسافة بين أسنانه كده مفلوج الأسنان إذا تكلم كأن النور يخرج من ثنيا صلى الله عليه لحيته كان كث اللحية اللحية بتاعت السيدنا النبي كان كث اللحية أي كثير منابت الشعر ولما مات سيدنا النبي يقول لك لم يكن في لحيته عشرين شعر بيضة لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدماء كان ضخم القدمين قليل لحم العقب عرقه عرق سيدنا النبي يقول لك لما كان سيدنا النبي يمشي في مكان الناس يعرفوا أن سيدنا النبي مشيه من ريحته ريحته كانت أطيب من المسك وكان يتقاطر منه العرق كحبات اللؤلؤ اللهم صلى على النبي صلى الله عليه مشيته مشيت سيدنا النبي أبو بكر يقول لك إيه لما كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا كنا بنبذل مجهود علشان نكون جنبه أو نحصله هو النبي ما كانش بيمشي بسرعة ولكن إيه كأن الأرض تطوله ما هذا سيدنا النبي بقى يا جماعة ده سيدنا النبي ده كأن الأرض تطوله يا جماعة اللهم صلوا عن النبي صلوا لنا عن النبي ضحكته قالت السيدة عائشة لم يرى رسول الله قط إلا وهو مبتسما لكن ما كانش يضحك بقى الضحك بتاعنا ده يعني ما كانش تسمع له صوت كان دائما مبتسم لم يرى رسول الله قط إلا وهو مبتسم ده بالنسبة للصفات بالتحديد هنيجي بقى لوصف شامل وكامل اللي هو وصف المرأة اللي جنا هنتكلم عليها في آخر الحلقة فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما كان مهاجر كان مهاجر هو سيدنا أبو بكر وعمر ابن فهيرة وعبد الله ابن أرايقت عبد الله ابن أرايقت عمر ابن فهيرة ده كان مولى أبو بكر اللي كان يعني مولى خادمه وعبد الله ابن أرايقت ده كان اللي هو الدليل بتاعه فهما ماشين جاهم الجوع فنزلوا لجوا واحدة من بعيد اسمها أمه معبد فنزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم ملجيش عند حاجة عشان يأكلوها فقال لها كان عندها الشاك كده أو لعنزة هزيلة فقال لها ما بتحلبش قال لها ما بتحلبش قال لها تأذنين لي بحلبها فقالت له تفضل فجاب النبي مشى إيده على ضرع هذه الشاك فأضرت اللبن الكثير والوفير فأعطى صحابته فشربوا الناز اللي معاه وأعطى السيدة فشربت وشرب هو فالفرحة فرحة أمه معبد وبعدين ايه مشي النبي صلى الله عليه وسلم ده في الهجرة فجيه مين أبو معبد زوج أمه معبد كان معاه شوية الغنم رايح يرعاهم فجيه ليجي لابن في القصعة الله منين جيه اللابن ده احنا مش بتعودين عليه فجلها ايه الحكاية أمه معبد فحكيت له جيت له الله كذا 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 وجيه راجل واحد السيد عمل كذا 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 قال الله اوصفي لي صفي لي هذا الرجل ده هو زوجها بيطلب منه بيقول لها صفي لي هذا الرجل اسمع بقلبك شوف الوصف بتاع أمه معبد هذا أعظم وصف على الإطلاق اسمع بقلبك كيف وصفت أمه معبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمه معبد قالت رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تزر به صعلة يعني ايه لم تزر به صعلة أي لم يعيبه صغر في رأسه ولا نحول في بدني لا صعلة به كدرغام يعني ما فيش صغر في رأسه ولا نحول في بدني يعني عايزة تقول بالبلد كذا ما فيوش غلطة يب رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق حسن الخلق لم تزر به صعلة ولم تعير ولم تعبه ثجلة ثجلة يعني ضخمة البطن يعني الكرش يعني ما فيوش كرش بالعرب كده وسيما قسيما في عينيه دعج يعني سواد العين وفي أشفاره عطف أي طويل الأهداب العين وفي عنقه السطع يعني طويل العنق وفي صوته صحل الصحل يعني البحة وفي لحيته كثافة صلوا على سيدنا النبي وفي لحيته كثافة أحور أكحل أزج أقرن يعني أحور احنا تكلمنا عليها وأكحل دي يعني تشوف تقول مكحل ولكن هو مش مكحل الزج أزج الزج هو تقوص الحاجبين شوف عايزك كأنك ترى سيدنا رسول الله أزج الزج هو يعني الحاجبين بتوع مقوصين والأقرن اللي هو المتصل للحاجبين فكان رسول الله متصل الحاجبين وغير متصل يعني لما غير لما تدقق فيه تلاقي فيه وصلة كده خفيفة ما بين الحاجبين إن صمط إن صمط فعليه وقار وإن تكلم سماء وعلاه البهاء الله أجمل الناس وأبهاء من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصل لا نظر ولا هضر يعني لقليل الكلام ولا كثير الكلام لا نظر ولا هضر كلامه إيه لقليل كلام ولكت كأن منطقه خرزاته ضمنه منطقه زي الخرز المنظوم كده ربعة لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه العين من قسر قلنا النبي مربوع لا طويل ولا قصير ولكنه إلى الطول أقرب غصن بين غصنين هي بتقول يعني الغصن غصن بين غصنين هي بتكلم هنا عن أبو بكر وعبد الله بن أوراخت لأنه كان معاهم فبتقول غصن بين غصنين فهو أخضر الثلاثة أحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قالا ستوا أنسطوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند يعني مش عابس دايما نبتسم ولا مفند يعني مش ضعيف الرأي فلما يوزها سمع أبو معبد قال لها فين مشاه مشاه فين مشي ده هذا هو الرأي الذي تبحث عليه قريش إنه رسول الله يا ليتني أراه فألحق به ده زوج أم معبد ده وصف تفصيلي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتقون إلى رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين نجمع مئة صلاة مليون صلاة مليون صلاة على سيدنا النبي مليون صلاة ليه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة طيب فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه يقول لك شوف الروعة شوف الروعة العالم يقول لك إن الله كلف بيه ملكين ربنا كلف بيه ملكين من صلى علي اللي يصلي علي يقولان الملكين اللهم اغفر له مش دي بس اللي حلوة دي اللي جاي أفضع منها دي اللي جاي أجمل منها وأروع منها وأعظم منها يبا كلف بملكين من صلى عليه قالا اللهم اغفر له فيقول الله والملائكة آمين تخيل لما ربنا يأمن عليك يا شيخ تخيل لما هم يقولوا اللهم اغفر له ويجوا الملائكة يقولوا آمين يبا احنا عايزين نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي نصلي على النبي لأنه مفتاح هذه هي المفتاح اللي ربنا خلك هذا الكون والكوكب من أجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تهفو نفسك إلى زيارة وإلى رؤية سيدنا الحبيب المصطفى صلي على النبي وبرتجينا وشير هذه الحلقة إلى المحبين إلى العاشقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خلق رسول الله إحنا ما نقدرش نتكلم عنه إحنا نتكلم عن وصفه نقدر كيف نتكلم عن خلق رسول الله هو فيه يعني فيه القرآن الجامع المانع ربنا يبقى يخلص فيها كل شيء جال له إيه وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى وفيه أعظم من كده إنت لما شوفه النهاردة شاب كده مربي ومقدب وبتاعه بيتعامل بالصواب والأدب بتتقول ده متربي ده ابن ناس ده ابن ناس إنما سيدنا النبي جاليه أدبني ربي فأحسن تأديبي مش أقول لأدب ولا مضربه ولا أحسن تأديبه شوف صلاة الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا عايزكم الحلقة دي تشيروها على أوسع نطاق وعايزين مليون صلاة على سيدنا النبي وهذه هي القليلة مليون صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نزلزل الكوكب بالصلاة على النبي والله أنت اللي مستفيد أو أتفكر أنت لما تصلى على النبي أنك بتعمل جميلة يعني ده أنت يا سيد اللي مستفيد دي الملايك تقول اللهم مخفرناه فأقوا ربنا والملايك يقوله أمين فصلي على رسول الله وشوف مش غير في اكتب لنا في تعليقات صلى بس طول ما أنت ماشي يعني أنت ماشي كده صلى على النبي أنت راكب واصلة كده بتقى صلى على النبي راكب طيارة صلى على النبي ساجل عربية صلى على النبي جاعد لواحدك كده صلى على النبي شوف الكنز دهكنز مش هتعرفون غير لما تبدأ فيه شوف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بها كده وشوف ربنا هيعمل إيه في حياتك وكيف هتتغير حياتك اكتبونا في التعليقات مليون صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف فكوا الأحزمة وصلنا خلاص هبطنا من هذه الرحلة النورانية مع سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله انشرونا هذه الحلقة يا جماعة أدلوا على الخير كفاعل انشرونا هذه الحلقة واكتبونا مليون صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآخر دائما نقول لكم وإيه وإيه وشكرا